كأي ديكتاتور يقيم حكمه بالحديد والنار يزج رئيس النظام التركي رجب أردوغان بمعارضه في غياه بالسجون فمن اعتقالات طالت وتطال أعضاء الأحزاب المعارضة مروراً بضباطه وأفراد من الجيش وصولاً إلى الأكاديميين والمعلمين وطلاب الجامعات بل وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي إطار حملته القمعية الممنهجة ضد أحزاب المعارضة شن النظام التركي حملة اعتقالات طالت المئات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في أربعين ولاية داخلية النظام التركي دعت في بيان أنها استهدفت أعضاء على صلة بحزب العمال الكردستاني فيما نقلت وسائل أعلام النظام التركي أن من بين المعتقلين رؤساء فروع لمقاطعة بحزب الشعوب الديمقراطي وكما أن لكل قصة بداية فإن حملة الاعتقالات هذه رغم كونها استمراراً لسياسات القمعية للنظام إلا أنها تأتي في توقيدها وازدياد حدتها بعيد شن أنقرة في العاشر من شباط هجوماً جديداً في جارة بإقليم كردستان لاستهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني تكبد فيها جيشه خسائر فادحة وفشل في استعادة 13 من جنوده الأسرة لدى الحزب بعد أن لاقوا حتفهم نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة رواية النظام التركي عن مقتل الأسرة وتحميله حزب العمال المسؤولية كانت موضع شك لدى أحزاب المعارضة التركية لا سيما أن وزارة دفاع النظام وصفت القتل في البداية بأنهم مدنيون قبل أن تتراجع وتقول بأنهم جنود خاصة بعد أن كشف حزب العمال الكردستاني تورط جيش النظام بمقتل المحتجزين إثر استهدافهم بضربة جوية رغم علم القيادة العسكرية التركية بوجودهم انتقادات المعارضة أثارت حفيظة النظام الذي رد باعتقالات تعصفية طالت أكثر من 700 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي والتحقيق مع نائبين بالبرلمان من الحزب ذاته جراء كشفهما تقاعس النظام عن إنقاذ حياة الجنود إثر رفضه التفاوض وترجيحه الحل العسكري لمعالجة القضايا الداخلية حزب الشعوب الديمقراطي وردا على حلول النظام العسكرية أوضح في بيان أن حزب العمال الكردستاني سبق وانحتجز أسر عسكريين من جيش النظام في السنوات الأربعين الماضية مبينا بأنه جرى إطلاق صراحهم من خلال الجهود الدبلوماسية وحمل حزب الشعوب الديمقراطي النظام التركي مسؤولية مقتل الأسرة في جبال قارة بعد تعنته وتغليبه النهج العسكري على لغة الحوار معتبرا أن سبيل الوحيد لمنع وقوع ضحايا هو إنهاء الصراع وحل القضية الكردية من خلال الوسائل الديمقراطية والسلمية